عاجل قبائل توقي صنعاء تعلن التمرد على جماعة الحوثية وتسحب ابنائها من الجبهات كخطوة اولى تفاصيل عاجلة اعلنت قبائل صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثية تمردها على قرارات حوثية مرتقبة قامت بالتسويق لها سلفا تسعى من خلالها الى استباحة اراضي وممتلكات المواطنين حد زعمهم واصدر زعماء القبائل بيانا اعلنوا فيه عن رفضهم للقرارات الحوثية المرتقة بتطبيقها والتي تسعى من خلالها الى الاستلاء على خمسين بالمئة من المراهق المحيطة باراضيهم بحجة انها جبال وتعود ملكيتها للدولة وحذر البيان من اي تحركات يسعى الحوثيون الى تطبيقها باعتبار ان ذلك سيؤدي الى ثورة شعبية كون الارض هي عرض وشرف اليمنين حسب تعبيرهم واضاف قاتلنا اعز الاخارب على متر واحد فكيف يمكن الصمت على من يحاول الاستلاء على املاكنا في توضيح الى ان الاشقاء يقتتلون فيما بينهم على امتار اثناء توزيع الوريثة فكيف لمن سيحاول ان يستولي عليها بالكامل وطلب مشائخ القبائل انصار الله الحوثيين بالعدول عن القرار الذي يخالف شرائع السماوية والقوانين النافذة متعهدين بالتصعيد في حال الاستمرار في عملية افقارهم وتجويعهم بهدف استعبادهم ودعوا ابناء القبائل الملتحقين بصفوف الحوثيين الى العودة الى قراهم للوقوف بجانب اخوانهم كخطوة اولى